السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في هذا الفيديو نشوف بإذن الله العين كما ترونها مأخودة في إيكوفيون أول شيء يجب أن نلاحظه هو الاسبي المتوفر لدينا اليوم هو ويوجد أيضا طريقة العمل تكون في ثلاث أوصات زراعية وهي جلوز أوصان شوكولا وجلوز صابورو وجلوز إكتوان نبدأ بجلوز إكتوان الملون باللون الأخضر حيث نقوم بلانصمانصمان على هذا الجلوز بهذا الشكل الموضح في الصورة للتذكير فقط استعمال جلوز الإكتوان يسمح لنا بالكشف عن عائلة كبيرة جدا من البكتيريا وهي عائلة لزنتيروبكتيري كنت قد خصصت فيديو خاص بجلوز إكتوان تجدون رابط الفيديو في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو للتنويه فقط يجب العمل أمام بيكبنزان واحترام قواعد العمل في المخبر البكتيريولوجي لتفادي أي شكل من أشكال لكونتامناصيون ثم نقوم بلانصمانصمان بنفس الطريقة على جلوز أوصون شوكولا هذا الذي يظهر في الصورة باللون الأحمر للبحث خاصة عن لكوكسي جرام بوزيتيف مثل ستريبتوكوك وستافيلوكوك وخاصة البحث عن لستافيلوكوكوس أوريوس يمكن إضافة أيضا جلوز رابع وهو جلوز شاكمان للبحث عن لستافيلوكوكوس يوجد رابط فيديو في صندوق الوصف خاص بجلوز شاكمان وزراعة ستافيلوكوكوس أوريوس على هذا الجلوز وأخيرا نقوم بلانصمانصمان على وسط صابورو الذي يظهر في الصورة باللون الأصفر عملية لانصمانصمو على هاد الوسط تكون بنفس الطريقة كما هي موضحة في الصورة نستعمل جلوز صابورو للكشف عن كل أنواع الفطريات التي تتسبب بإنتانات فطرية مثل الكانديدا البكنس وغيرها قمت سابقا بتخصيص فيديو خاص يتحدث عن جلوز صابورو رابط هذا الفيديو تجدونه أيضا في صندوق الوصف بعد الانتهاء من لانصمانصمان والزرع على الأوساط الزراعية التي ذكرناها سابقا نقوم بإضافة قليل من الماء الفيزيولوجي إلى العينة كما تلاحظون في الصورة الهدف من إضافة الماء الفيزيولوجي إلى العينة هو التحضير للإكزاما ديريكت ألي تفري أنتر لام إلى مال كما تشاهدون في الصورة نقوم برج لكوفيون لضمان خروج محتوى القطن واختلاطه بالماء الفيزيولوجي ثم نقوم بوضع محتوى القطن على الشريحة الزجاجية بهدف رؤيتها تحت المجهر يمكن أيضا القيام في هذه المرحلة بلا كولوراسيون دو جرام الهدف منها هو معرفة شكل البكتيريا هل هي كوكسي أو باصيل وهل هي جرام بوزيتيف أو جرام نيغاتيف كما يمكن أيضا القيام بلا كولوراسيون أم جي جي لمعرفة نوع الكوريات البيضاء الموجودة أو المهيمنة في هذه الرياكسيون أفلماتوار أي القيام بإكيليبر لوكوسيتار يعني هل هي بولينكليار نوتروفيل أو عبارة عن ديلانفوسيت هذه المعلومات تساعد الطبيب في التشخيص بعد الانتهاء من لونسومنسمون نقوم بوضع كل الأوساط الزراعية الثلاثة التي قمنا بالزراعة في وسطها في حاضنة لمدة 24 ساعة على درجة حرارة 37 درجة مئوية بالنسبة لليكزاما ديريكت أليطافري نقوم بوضع الشريحة الزجاجية التي حذرناها سابقا تحت المجهر ونقوم بملاحظة الخلايا الموجودة في العين والتي في الغالب هي عبارة عن كوريات دمبيضاء وحمراء ترجمة نانسي قنقر